اشتركوا في القناة من التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وقد اشار سمو الشيخالد بن حمد الخليفة الى ان قطاع الشباب والرياضة يشهد نقلة نوعية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حيث يدخل هذا القطاع ضمن مشروع جلالته الاصلحي الذي وضع الخطوط العريضة التي ساهمت في العملية التنموية الشاملة في شتى القطاعات كما اكد سموه على ان القيادة الرشيدة تتول اهتماما خاصا بقطاع الشباب والرياضة وذلك من اجل الوصول لاعلى المراتب على المستوى العالمي الامر الذي يساهم في تطوير مستوى الشباب البحريني في مختلف الرياضات منوها ان سموه ان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة رئيس لجنة الولمبية البحرينية يسعى جاهدا لترجمة رؤى القيادة الرشيدة من خلال الخطط والبرامج التي يقدمها المجلس الاعلى للشباب والرياضة وما تنفذه اللجنة الولمبية البحرينية ووزارة شؤون الشباب والرياضة في سبيل رفع المستوى العام لهذا القطاع واعرب سموه عن ثقته العالية بقدرة الفريق على تحقيق مراكز متقدمة في بطولة اوروبا الدولية المفتوحة الاولى لفنون القتال المختلطة مشيرا سموه الى ان هذه البطولة هي فرصة للمقاتلين ونفسة الابطال العالميين في مختلف الاوزان خاصة وان اعضاء الفريق كثفوا استعداداتهم في الفترة الاخيرة من اجل الوصول الى جاهزية مثالية تمكنهم من بلوغ منصة التتويج ورفع اسم مملكة البحرين في هذا المحفل العالمي العزيمة والاسرار التحدي والمثابرة هو عنوان مقاتلين فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء والذي انهى استعداداته للمشاركة في بطولة اوروبا الاولى المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء فالجاهزية المثالية تتطلب روحا قتالية والروح القتالية تأتي بعد الاستعدادات القوية أتوقع ان فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة هو بداية موفق لمملكة البحرين في الظهور العالمي المميز كما ان سمو الشيخ خالد وفار كافة الامكانيات للنهوض بهذا الفريق والله استعدادات كلها جيدة كانت استعدادات طبعا في البحرين كنا على معسكة ثلاثة شهور لحد حين مع المدربين واللاعبين جاهزين ان شاء الله عندنا لاعب واحد عبدالله من فريدي مرض اول ما وصل هنا بس ان شاء الله راح يكون جاهز حق البطولة هي المشاركة الثانية الخارجية للفريق بعد بطولة العالم في لاس فيغاس لذا فان الاستعدادات اصبحت اسهل وقد استعد الفريق قبل عدة اشهر لهذه البطولة فقد انهى فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواة كافة التحضيرات الفنية والذهنية والبدنية من اجل خوض غمار المنافسات بعد برنامج انتهدريبي مكثف من قبل الجهاز الفني والذي تضمن تمرين لرفع اللياقة البدنية وتدريبات خاصة بفنون القتال المختلطة بالاضافة الى البرنامج الخاص بالتغذية لانقاص الوزن اولا شكر خاصة سمو الشيخة بن حمد لدعم الفريق الاممية والتي تكون الفريق وحمد الله المور طيبة طبعا المشاركات من عقوب لاس فيغاس هاي مشاركة الثانية للفريق في اوروبا وطبعا الاولى من نوعها للهواة وصل الله التوفيق ان شاء الله والكلم شاركت ان شاء الله الحمد لله احنا جاهزين فترة نتمرن فيها يعني اكثر من ثلاث شهور بس الفترة نركزنا فيها كان ثلاث شهور يعني من اول ترايات احنا نبدأنا نتمرن اللي هو من شر ثلاثة كون اللي هذا اليوم احنا ما وقفنا عن الشي كان نتمرن والحمد لله احنا جاهزين باتر ان شاء الله الوزن اول شي بغيت اشكر سمو الشيخ خالد على الجهود والدعم حق الفريق وحرصة على أن نحصل أحسن التدريبات ونشارك في أحسن البطولات والحمد لله التمارين كانت جيدة وتقريباً عد من ثلاثة إلى أربعة أشهر حق هذه البطولة خصوصاً أقل بطولة فيغاس الورد شامبينشب الحمد لله تعلمنا من الأغلاط وطورنا من نفسنا وإن شاء الله الياي أحسن كثفنا التمارين مع الفريق KHK وطبعاً من دعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لنا ومع المدربين المدرب إيلدار ورينالد ورظام ونفاردي الحمد لله يعني قمنا بكل التمارين والحين عيين نشايك نفسنا في البطولة إن شاء الله نطلع مركز الأول ونرفع رأس البحران مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق البطولة الأوروبية فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهوا يعلن جهزيته حازم الشيخ لمركز الأخبار مدينة بيرمينغهام البريطانية مدينة بيرمينغهام البريطانية